اشتركوا في القناة لا يخطر على بال بشر هو خطاط مبدع من ايران قضى فترة طويلة من حياته في الامارات واستطاع الرجل اخيرا وعبر حالة نادرة من الابداع ان يكتب عن طريق النحت بعض الكلمات والاسماء على رؤوس الابر هذا المقياس هو عبارة عن 0.1mm يعني واحد بالمية من المليم صمم الفنان لمهمته ابرة خاصة هي ادق من ابرة النحلة مصنوعة من مزيج من المعادن ويمكنها نحت الالماص هذه التجربة تؤكد ان ما ينحت عليه هو اصغر من رؤوس الدبابيس يثبت الرجل الابرة بشكل عمودي عن طريق الشمع ومن ثم يغرق في حالة من التركيز ننوه هنا الى ان الرجل لا يرى ما يكتبه اثناء الكتابة وانما هو يحاول رؤية المساحة المتاحة له كي تتحرك يده بالكتابة دون ان يرى يستحيل علينا رؤية العمل بالمناظير العادية لذا قمنا بالاستعانة بمختبر بلدية دبي مع جزيل الشكر لإيجاد اوضح صورة ممكنة حاولنا كثيرا وبصعوبة واخيرا ظهر لفظ الجلالة الله وبخط اليد على اصغر المساحات المكتوبة في العالم لنقول جميعا الله وعلى رأس الابرة الثانية كان اسم الشيخ زايد طيب الله ثراه شديد الوضوح ولأول مرة بهذه الدقة على الإطلاق وعلى رأس الابرة الثالثة وبشكل فني دقيق نرى هنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ونرى هنا على رأس الابرة الرابعة كلمة God بالانجليزية وهي لفظ الجلالة الله بالعربية أما هذا فهو مفخرة الأعمال لهذا الفنان وهو أصغر ختم في العالم وهو يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ما نحت هنا هو محمد بن راشد ونحن سعيدون هنا لأن استطعنا الوصول لهذا العمل المتميز وإهدائه إلى رجل التميز والعطاء بعد استقراري في دبي أحسست بنوع من الهدوء والتركيز العالي ولأن دبي مدينة الإنجازات المميزة وددت أن أساهم بعمل المبدع أهديه لأرض التميز وقائدها الفذ يقول الرجل إن كتابة كلمة واحدة على رأس الإبرة قد يستغرق ثلاثين ساعة وهو الآن بصدد الدخول لموسوعة جنس خلال الأيام القادمة ما رأيناه كان بالفعل من عجائب الدنيا وقدرة فائقة على التحكم والهدوء ورغبة كبيرة لإهداء دبي والإمارات عملا متميزا من خان مرجان بمركز وافي بإمارة دبي وعمر الشعالي لأخبار الإمارات خان مرجان بمركز وافي خان مرجان بمركز وفاق الآخر مع المساعدة من المساعدة لماذا؟ لأن هذا المقياس يحصي على المساعدة هذا المقياس فهي عمل هذه المساعدة وهي 1 عن 100 ملم هذا المساعدة يترك في القيام أنه يساعد حيني حتى يكبر أكبر عمله يحصل يحصل على قيدل يحصل على قيدل ثم عمله يجب من هذا العالم و إلى المجرسكس العالم جميعاً من التقاط والمقاطع ونحن نتجل أنه لا يتعلم أنه لا يرى ما يتكلم ولل يتعلم أنه يستخدمه وقفه 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 تفهم أن يتعلم على المكلمة على المسارة ويجب أن تكون مهمة بشكل مريض لكي تريد أن تظهر لذلك نتعلمنا للمسارة للدباي المنصبعي لتسجحنا لنرى مجرد من المجرد من المجرد. بعد كثير من مجرد المجرد من المجرد، نحن نجد هذا العالم إلى التفكير. المولى لديه الله تقلق علىه مع المتصفة المغربة على المغربة. مولى لديه مقابل من المسلمين. المولى لديه بسم الله الرحمن الرحيم which translates to in the name of Allah the most gracious the most merciful and the fourth needle says God a needle that serves as the smallest stamp in the world has the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum engraved on it and is considered one of the artist's greatest jobs as you see the stamp says Mohammed bin Rashid after I came to Dubai I experienced a high level of patience and focus ability and because Dubai is the city of distinguished achievements I thought of doing something creative and dedicating it to Dubai the artist says it takes him up to 30 hours to engrave a single word on the tip of the needle soon he will be entering the Guinness Book of Records Yunus Saif for Emirates News fascinating with just a few days to go until the Beijing Olympic Games begin doctors from the city hospital in Dubai are warning sports fans in the UAE to remain calm during the Olympics to avoid cardiovascular incidents doctors say that cardiovascular incidents or heart attacks may increase during sporting events as spectators get caught up in the excitement they also say that the UAE's bad record means spectators in the country are at a higher risk viewers should take care and avoid exceptional stress levels and speaking of the Olympics the UAE flag will officially be hoisted at the Olympic village in Beijing a flag from each of the 205 participating countries will be flown in an official ceremony and now let's take a look at the local weather forecast and the international outlook as well no longer no longer well it is uh being and اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة